موسيقى القرفة تعاد من المكونات الممتازة لصحة بشرتنا نقدر نستخدمها في خلطات مختلفة لأن القرفة تحتوي على مضادات أكسدا مضادات التهاب مضادات للفطريات والبكتيريا نقدر نحطها في خلطات مختلفة تفيد بشرتنا والحلو بها أنه متوفرة في كل بيت أول طريقة نقدر نستخدم بها القرفة هي عن طريق استخدام زيت القرفة العطري كل ما يحتاجه القليل من زيت القرفة العطري نقدر نخلطها مع القليل من الفازلين أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند على حسب اللي إحنا نفضل لبشرتنا ونستخدمها لترطيب الشفاة الجافة لأنه يعتبر مكون ممتاز لترطيب البشرة نقدر أيضا أن نخلط القليل من الفازلين مع القرفة المطحونة لتكبير الشفاة حلوة شاهد النصيحة لانتأتينا إياها وخاصة بما أنه إحنا مقبلين على فصل الشتاء أو بفصل الشتاء دائما نشعر بالجفاف بالشفاة أو الأيدين أو الجسم أكيد فهليوم حبيت أني أنطيكم خلطة عن نشون نتخلص من الجفاف ونرطب الجسم بنفس الوقت كل ما نحتاجها قرفة نحتاج ملعقة صغيرة من القرفة مع ملعقة صغيرة من الملح مع زيت اللوز وزيت الزيتون والقليل من العسل نخلطهم مع بعض وتصير مثل عجينة نستخدمها لترطيب الأيدين أو الجسم أو الأقدام ونبقيها فترة ونشيلها حتشوفون بالاستمرارية حيتحسن الجسم ويترطب حلوة ماسكاتكم بنات ومكون القرفة مفيد جدا وفوائد عديدة ولهذا اليوم ماسكاتنا كلها مكونها الرئيسي القرفة الماسك اللي حابة أتكلم عنه هو لترطيب البشرة الجافة خصوصا خلال موسم الشتاء مكونات الماسك سهلة جدا كالآتي نجيب مسحوق من القرفة والقليل من الكركم مع جل الصبار والقليل من مسحوق الأرقسوس نخلط كل مكونات الماسك مع بعض حتى يصير مثل العجينة متماسكة نطبق هذا الماسك على بشرة نظيفة أكيد أنه تركه فترة معينة وبعدين نشوفها بالماء الفاتر نكرر هذا الماسك مرة بالأسبوع حتى نحصل على بشرة صحية ومترطبة اشتركوا في القناة